إيه هي المصالح اللي لا يمكن أنه مصر والسعودية والإمارات يعني دي الثوابت في العلاقات ما بين التلات دول هي الثوابت اللي لا يمكن تجاوزها لعدم التفريط في الحقوق العربية يعني الإمارات بكل ما تفعله من علاقات وخنوات انفتاح مع إسرائيل إنها تجاهر بحرسها على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى ولو كان البعض بيرى إنه هذا يتناقض مع ما تفعله ولكن هذه هي القضايا السابتة التي تدفع عن مملكة العربية السعودية أكثر ثباتا تاريخيا في هذا الموضوع من أيام الملك عبدالعزيز إنما في نفس الوقت بدون تشنق التشنق هو اللي راح دلوقتي كان زمان ما تكلمش ده ما بصش ده ما نعتبرش ده ما نستقبلش ده لا ده السابت ما بين التلات دول السابت ما بين التلات دول ومصر بتلعب دور دايما اللي هو ينقل التجربة القديمة ويقيص عليها بأحداث جديدة يعني مثلا موضوع زي موضوع سوريا ووضع سوريا ووضع زعمل زي نتوء في العالم العربي ووضع صعب جدا للغاية بلد هام جدا يعني دخل في دوامة ضخمة جدا من عمليات إرهابية ومن عدوان من كل نواحي سواء بقوات بشار الأسد المدعومة من سوريا أو قوات الجماعات الإرهابية وشبه الإرهابية كل الدول أثروا على وضع سوريا